السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه والصلاة والسلام على سيد رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتبعيه اللهم صل على سيدنا النبي اللهم صل على سيدنا النبي ما اتصلت عين بنظر اللهم صل على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكن في القلب يعمره لست أنساه فأذكره إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره صلى عليه صلى الله عليه وسلم اللي هذه سنعيش مع قصة سميتها لعلك ترزق به لعلك ترزق به ما هي القصة؟ القصة أخرجها الإمام الترمذي في جامعه أن رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما كان يأتيه في مسجده والآخر لا يأتيه كثيرا فشكى المحترف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به في أحيان كثيرة جدا تظن أن هناك شخصية في حياتك هي سبب بلاء نكد تعب من الغاصة عليك عيشتك يعني شخصية دي مثلا ممكن تبقى صحبك ممكن تبقى ابنك ممكن تبقى بنتك ممكن تبقى أمك ممكن تبقى أبوك ممكن تبقى زوجتك ممكن يبقى مديرك في الشغل مثلا يعني ممكن يبقى جارك أو زوجة جارك أو أي حد من اللي حوالين مننا وإنت يعني مش قادر تتخلص من هذه الشخصية سبحان الله الحديث دي يا جماعة فتح على قلبي في بابين أولا باب الصبر على من حولك من أقارب ومن معارف وأيضا الفرق بين التواكل والتوكل على الله جل جلاله في هذه القصة لعلك ترزق به اتنين من الصحابة واحد فيهم بيحب يعود في المسجد حبب الله إليه العبادة يحب يعود في مجل السيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يسمع أول منازل من الوحي يستفيد من كلام سيدنا النبي ومن نصيحه ومن مواعظه الشريفة وينقل الكلام دا اللي حوالين منه وصعب عليه الاحتراف يعني صعب عليه العمل يعني رجل بيتعب بسرعة من الشغل بيزهق بسرعة خلق ديق وحببت إليه العبادة شايف نفسه في السكة دي في الحتة دي والآخر محترف زكي فطن المعي محترف هذا المحترف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه يعني أنه ربما يكون في الظاهر هو الأفضل وبيشتيكي لسيدنا النبي يقول له يرضيك كده يا سيدي فلانا أخويا اللي أنت عارفه اللي بيجي وعد عندك في المجلس واللي بيجي يسمعك في المسجد وبيصلي وراك دايما وإنت بتشوفه على طول في المجالس ده بقول له اعمل كده ما بيعملش يطلع يشتغل شوية ما بيطلعش فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما بيساعدنيش ما بيحطش إيده في إيديه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لعلك ترزق به قد تظن أن الولد اللي تعبك ده أو الزوجة اللي مديقاك شوية دي وخمقاك أو البنوتة اللي يعني بتلففك كده شوية في ملاحظتك عليها ومرقبتك ليها وعينك عليها علشان تطلع بنوتة متربية كويس وسط الزخم من من الأمور السيئة الأخلاقيات السيئة اللي موجودة النهاردة في الجيل فأنت عايز ولادك أو عايز بناتك يطلعوا مؤدبات ولادك مؤدبين يعني طائعين صلحين يعرفوا ربنا كده فأنت عمال تحوط على ابنك من هنا وتحوط على بنتك من هنا وممكن يكون ابنك ما بيسمعش كلامك على الدوام أو بنتك تسمع كلامك مرة ومرتين لأ تسمع كلامك في حاجة وحاجة لأ أو تقعد تعافر مع ابنك مرة واثنين على مبنك ما يتخبط في حيطة ويرجع يقول ده أنت كان عندك حق يا أبي وأنا يعني كان المفروض أسمع كلامك من الأول دي بتبقى أزمة في حياة المربي أو أزمة في حياة الأب أو أزمة في حياة الأخ الأكبر اللي بيوجه الأخ اللي أصغر منه أو أزمة في حياة الأم أو أزمة في حياة الزوج اللي بيوجه زوجها هي من بيئة غير بيئته واستعجل في زواجه منها مثلا يقول لها يمين تقول له يمين ليه يمين إلا ربع يا ست يمين هو يمين ده هتلاقيه هو الصح تقول له لا 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 متهيق لك طب شمال وبعدين في الآخر تتفاجئ أن كلامه صح وأن كان المفروض تمشي معها يمين ده هي السكة يمين وشمال دي سكة مسدودة وتقتنع بذلك وتقول أو فعلا كان عندك حق طمام اكمل أول من تجربه في الحياة أو من قراراته الصح أو من الممارسة واعتراكه للناس ومعاملته مع الناس وتجربه السبق قبل كده هو بياخد قرار إن إحنا هنروح هنعمل كده هنروح في الطريق ده هنشتير الشيء ده هنبيع الشيء ده مش هنعمل كده يعني اسمعي له طبعا الرجل بق عمال بيغلي جوا منه لأنه بعد لما فكر يوم واثنين وثلاثة وغلي من التفكير يعني غالية من الغليان يعني فار من داخله من كتر التفكير وعمال يفكر وصاح ونايم ويشاور حد من حبيبه ويشاور حد من أصحابه ويكلم زوجته وكل دول بيفكروا معاه وفي الآخر بياخد من ده وياخد من ده وياخد من ده اقترحتهم هو ياخد هو بقى القرار فما ياخد القرار يلاقي ابنه مثلا مش موافق على القرار يلاقي مثلا مراته بيتعرضه في القرار ده دي معاناة فيبقى هو من جواه في أزمة سبحان الله اللي زي ده هنا بنقول له افتكر كلمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لهذا المحترف اللي جاي يشتيك من أخوه لعلك ترزق به يمكن الولد ده اللي تعبك بقاله سنة واثنين في وقت المراهقة اللي هو سن 15 16 17 ده وابنك شايف بقى ان رجلي بدأ تشيله مثلا وكده وانه بدأ يطلع له شعر كده في شنبه ولحيته وانه ما شاء الله كتفه قرب لكتفك ويعني رجليه شلته وانه بقى كده دماغه بيعرف يفكره بقى رجل بقى كده زي الرجالة فبياخد قرار زي ابوه ابوه النهاردة عنده 50 سنة هو عايز اخد قرار زي ابوه فانفكر نفسه انه قراره حيبقى صائب زي قرار ابوه وفي الاخر يكتشف انه قرار ابوه هو الصائب وقراره هو الخطأ الولد اللي بيعندك في السن ده محتاج صبر وتنكيده عليك ده لعلك ترزق به مش بلاء ما تحسبوش نوع بلاء وتحسبو انه دي فتنة عليك وانه ده من اولادك اللي هم سبب فتنة زي ما ربنا قال انما اموالكم واولادكم فتنة وانما عده من رزق الله تعالى لك لعلك ترزق به يعني لعلك ترزق بالصبر عليه لعلك ترزق بالطبطب عليه في اوقات زي كده بيبقى الواحد فينا ان كان شخصية قوية يعني بيبقى عايز اللي قدامه ده يسمع كلامه بس فلو اللي قدامك ده ما سمعش كلامك بتبقى انت عايز تخبطه تنفده من الحطة الناحية التانية ليه عشان تفوقه لا ده هنا ما انت تمسك نفسك وانك انت يعني ما تنكدش على نفسك وانك انت تتعامل بهدوء وانك تحاول تفهم مرة واثنين وثلاثة وبعدين لو اللي قدامك ده ما مفهمكش وما استوعبكش يسيبه لحد لما الزمن حيفهمه بكرة الزمن حيلطشه ويفهمه ويرجعلك كده هو يعني منكسر وراسه في الارض وقول لك تصدق كان عندك حق تمام من الاول ما احنا قولنا يا ابني لسه كان فيه اخي من احبابي بيقول لي الولد ابني انا اخترت له كلية كذا فالولد فكر ان اختياري الكلية ده رغبتي انا وان انا برغمه على رغبتي يعني ان الاب يعني بيحكي عن نفسه بيقول الولد بعد ترمي من دخوله الكلية نفسه تحدثه طول الترمي الاولاني ان دي رغبت ابوه وانه دخل الكلية دي عشان ابوه عايز كده بالعكس ابوه كان شايف انه ممكن ينفع في الكلية دي كويس وبدل ما يتخرج زيه زي اي طالب لا ده ممكن ربنا يكرمه بسهولة ويوفقه انه يبقى معيد يقدر يجيب تقدير كويس كل سنة ويبقى معيد حاجة كمان ان والده يقدر يساعده في المذكرة في الكلية دي بيخلاف غيرها لانه بيفهم في المواد بتاعت الكلية دي فالولد كل اللي في دماغه ايه هو ابوه هو اللي اخترها لي وانا اصلا ما كنتش عايز الكلية دي ما كانش من اولوياتي هو يعني ابوه عايزنا بانا زي منه شوف تفكير الولد فبعد الترمي الاولاني الولد جاب جاي جدا فيه الترمي الاولاني الاب كان متوقع ان الولد يجيب امتياز الاب معتبوش ولا كلمه وانما شجعه قال له شدي حيلك بقى ان شاء الله الترمي اللي جاي تزود مذاكرتك شوية وتركيزك شوية وتجيب امتياز ان شاء الله ترمي اللي جاي ويبقى تقديرك العام في السنة ترمي الاول مع الترمي التاني امتياز ان شاء الله الولد يصر ان يخرج من الكلية دي خالص وانه مش داخل امتحانات الترمي التاني انهائي وانه هيحول لكلية تانية الاب مع اصرار الولد يا ابني يا ابني الكلية اللي انت فيها دي احسن من اللي انت عايز تحول ليها يا ابني الكلية اللي انت فيها دي اسهل من الكلية اللي انت عايز تروحها يا ابني ده انت كده حتبقى ضايعت سنة من عمرك يا ابني ده انت انت يعني ما سقطش ولا حاجة ولا جايب مواد ولا نجح بتقدير ضعيف ده انت جايب جايب جدا ده انت فيه فرصة قدامك طيبة يا ابني ده الكلية دي مستقبلها طيب يا ابني اسمع كلامي المهم مفيش فايدة الواد درسه ألف سيف انه يطلع من الكلية دي ويحاول لكلية تانية هو عايزها بعينها يعني آخر لما الأب بزهق قال لي آخر لما أنا زهقتي خالص قلت له خالص يا حبيبي اللي انت عايز تعمله وانبيله معي ان انا مش موافق على قرارك ده بس ما ترجعش يتندم عليه تاني بعد كده خد ملفه سحب ملفه وراح قدم في الكلية التانية دي وضيع على نفسه السنة وقدم في الكلية التانية دي بعد اول شهر في الكلية جاي مخزي وندمان وداخل على ابوه يقول له كلية صعبة وانا شكل كده مش هقدر ان انا نكمل في الكلية دي من اول شهر قال لي بصت له كده ومش عارف اقول له ايه قلت له انا ما عنديش ردة رده عليك مش ده كان اختيارك مش انت ما بتسمعش الكلام مش انت راجل اتحمل بقى مسئوليتك يعني اعمل ايه قال له اللي انت عايز تعمله اعمله الشاهد يا احباب هذا طبعا من البلاء لكن انا مش عايزك تعيش معاه على انه بلوى في حياتك وانما من باب التخفيف مشهد زي ده عايزين نعيشه على لعلك ترزق به الولد اللي ممكن يكون اخطأ في قرار من القرارات اللي ممكن يكون نكد عليك في لحظة من اللحظات البنوتة اللي ممكن تكون زعالتك في موقف من المواقف الزوجة اللي ممكن تكون نيمتك في ليلة وانت منتش مرضي بقرار خايب هي خدته او خلفة قرار صائب لك وانت حذرتها من خلفة قرارك دوت وانها يعني ما تسمعش كلامك لان كده حتتفاجئ ان قرارها غلط واتفاجئت بعد كده فعلا ان قرارها غلط لعلك ترزق به او بها ما تزعلش روحك يعني علشان الحياة مش مستهلة زعل وانما اصبر تحمل تعامل بهدوء فانت رب في بيتك وانت قائد في بيتك وانت مسؤول في بيتك وانت راعي في بيتك والنبي عليه الصلاة والسلام يخاطبنا ويعلمنا ويقول كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته الرجل راعي في بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والامام راعي ومسؤول عن رعيته والخادم راعي في بيت سيده ومسؤول عن رعيته الا وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته ومن باب أولى برضو هنا قبل لم أخرج من الجزئية دي إن نكلم الزوجة وكلم الصغار الأخ الصغير والولد في البيت والبنوتة الصغيرة في البيت اسمع كلام الكبار أصحاب الخبرات والعقول الكبيرة قدرهم اسمع كلام أبوك اسمع كلام أمك اسمع كلام أخوك الكبير اسمع كلام أمك اسمع كلام خالك خصوصا إذا كان تقي أو صالح فالنهاردة لما الأب مثلا بيوجهنا وجهة معينة هل تظن إن الأب يريد أن يوقع بك في بئر عايز الميك يعني في الجب يعني في بير ويقفل عليك ولا أنت ظنك إن والدك دا عايز رفعك إلى سبع سماء يعني عايزك تبقى أنت أحسن الناس بطبيعة وفطرة سليمة أي أب يحب إن ابنه يكون أحسن منه ويكون أحسن الناس وأي أم كذلك أي أم طيبة صالحة تحب إن أولادها وبناتها يبقوا زينة الناس وأن تفتخر بأولادها وبناتها فطالما دا طبيعي وإنت عارف إن والدك بيحبك أو أنت عارفة إن والدتك بتحبك ثق في كلام هؤلاء الكبار والدك أو والدتك أما النهاردة يوجهك ويقولك إيه رأيك في بنت عمك الحج فلان والله أنا شايف إنها مناسبة لنا وتربيتها زي تربيتنا ويا ابني دي اللي ينفع إن يبقى ليك منها أولاد ومش حتندم على ذلك فيما بعد والنهاردة بقيت الأجيال صعبة لكن اللي زي بنت عمك الحج فلان دي النهاردة زي الجنيه الدهب إنت بقى ما تاخدش كلامه دا إن هو عايز يضغط عليك يمشيك في سكة غصب عنك لا أو إنه النهاردة زي ما بيقوله كده بيجوزك جواز صالونات وإنت عايز تتجوز جوازة عشاء عايز تتجوز على حب اسمع كلام أبوك لإن ليه خبرات أكتر منك بـ 30-35 سنة اسمعي كلام أبوكي أو كلام أمك لإن فيه خبرات كبيرة جدا ولإن دول يحبوا لك الخير أكتر من أي حد النهاردة بقى إنك أنت تركب دماغك تقول لا 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 دا أصلا حاسس إن فلان حاسس إن فلانة دي زي أختي كم رأيته هذا أمام عيني يتحيلوا عليه هو خلاص وصل إلى سن زواج وظروفه سمح أنه يتزوج فيقولوله إيه رأيك إنك أنت فيه فلانت الفلاني بنت جارنا اللي إحنا حفظينه وعارفينه جارنا الناس الطيبين دول اللي متربيين جنبنا وحوالين من هنا وبناتهم في حالهم كده وزي إخواتك البنات في أدبهم وحشمتهم وفي حياءهم فإيه رأيك في فلانت الفلانية دي نحن نخطبها لك لا 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 دا زي أختي بالظبط دا متربيين عندنا وإحنا كنا بندخل عندهم نلعب وإحنا صغار لا أنا حاسس أو أنا حجاوز أختي أنا حاسس أنها حب أمعاختي ما أقدرش أنا مش متخيل فلانة دي إنها زوجتي لا 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 ثم تتزوج هذه الفتاة ثم يندم هو بعد ذلك لإنه مش لائي حد في نفس مستوى أدبها أو حياءها بعد كده ولإنه لما جي يختار حد تاني يا إما اختار غلط أو غاب جدا في الاختيار كل ما يخش بيت ويقارن عايز تربية زي تربيت بيتنا عايز واحدة زي اللي أنا عارفهم اللي هي اللي عندها حياء اللي بتتكلم بصوت واطي اللي بتسمع كلام بتقدر يعني اللي حوالي منها اللي بتصلي اللي عارف ربنا اللي بتحب القرآن اللي بتسمع اللي هي ملتزمة اللي مش هتضغط عليها علشان إنك إنت تقولها حجاب ولا نقاب ولا تطلعي بالألوان الفلانية والألوان الفلانية ما تنفعش تلبيسي كذا ما تلبيسيش كذا كلام ده بقى يعني إيه مش هنتكلم فيه أساسا تعايز بقى حاجة زي كده حاجة تريحك يعني نفس مستوى تديونك أو التزامك أو فهمك أو ثقافتك أو حد تعرف تكلم معاه تحس بانسجام بينك وبينه وانسجام في الطبع انسجام في الحوار انسجام في التدين وهكذا مش لاقي يندم بقى يجي يدور على فلانة الفلانية اللي كانوا بيعرضوها عليه دي بح ما بيقيتش موجودة مثل هذا يعد من البلاء في حياتنا اللي يستوجب الصبر ولعلك ترزق بسبب هذا الأب النهاردة اللي دايما تحس ان هو من شدة حرصه عليك قد يتعامل تعامل خاطئ اللي هو دايما ايه دايما بيضغط عليك دايما بيتكى عليك انت مغي ان تتحمل هو في صحته في عفيته ورجليه دايما شايله ما فيش مرض ما فيش تعب وفي تركيزه مش كلمة بتوديه كلمة بتجيبه ما بقاش يكرر بقى الكلام ولا حاجة ما بقاش ينسى لا وانما ما شاء الله رجليه شايله وصحته تمام فدعم لي فكر معاك كأنه هو أخوك الكبير مش كأنك انت ابنه ويرجو لك الخير وبيتدخل في كل قرارات حياتك مش سايبك بقى لانك انت كبرت بقى وانه علمك ازاي تاخد القرار الصح وسايبك انت ممكن تاخد انت قرار مع نفسك لا دايس بقك في اخذ القرار فانت مش عجبك الكلام ده انا عايز اقول لك ينبغي عليك ان تصبر عليه وان تتحمل منه ذلك وان تقبل منه وان تفكر مئة مرة في اي قول او اي كلمة او اي قرار يتعرض لك به ليه؟ لانه هو يفعل هذا من باب الحرص عليك ما تقولش ده ده نكد علي يا راجل ده بيعملني كأنه انا عايل صغير ده بيكلمني في التليفون يشخط وينطر فيك كأننا لسه عايل في الروضة او في ابتداء يا ظل الوالد والد طول العمر والولد والد مهما على قدره او مقامه وبكرة انت لما تكبر وتتجوز وتخلف وعيالك يكبره هتعرف الكلام اللي انا بقولهه لك ده يا ظل الاب اب والاب اب يا ظل الوالد والد كبير والابن ابن صغير مهما كبرت ومهما على كعبك او على شأنك حتى لو شبت انت في نظر ابوك ومك انت صغير اه بسعب هما بيكبروك وهذا من ادبهم واحترامهم اني بيقولولك يا استاذ فلان او يا دكتور فلان او يا ابو فلان ودام الناس لكن تظل انت في نظرهم ابنهم ابنهم الصغير اللي يعني قد مارسوا معك اشياء هما شفوها منك وانت طفل صغير بتحبي وحاجات تانية بتحصل منك فانت في نظر الاب والام ابنهم الصغير ما تزعلش لما اللقطة دي تظهر امامك وهذا لا ينكد عليك تماما خالص ولو ظهر اثر ده في التعامل تحمل وتحملك ده وصبرك ده لعلك ترزق به لعلي ربنا يفتح لك باب رزق بسبب تحملك المعاملة دي من الاب او من الام جانب تاني من هذه القصة قصة اللي لدي التفريقة بين التواكل والتوكل على الله وهل احنا بنشجع ان الناس يروح يعودوا في المساجد ويسمعوا المجالس ويركزوا في طلب العلم بس وغيرهم يشتغلوا ويصرف عليهم الجواب لا وانما احنا بنقول صف رغيفيك ثم تعبد يعني اعمل رغيفين عيش يعني بمعنى اصح يعني هات ما يكفيك من يومك من اسبوعك من شهرك هات ما يكفيك انت ومن تحت يدك من زوجة او من اولاد ثم تصرف بعد ذلك كيف شئت صف رغيفيك ثم تعبد لكن تروح تتعبد او تروح تتعلم العلم وتستنى ان غيرك يصرف عليك لا دينا معلمناش كده والله تعالى لم يعلمنا هذا وهذا لا يعد من التوكل على الله بل هذا يعد من التواكل فصف رغيفيك ثم تعبد ولا تفهم هنا هذه القصة فاما خاطئا وان الراجل اللي كان بيروح مجال السيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ده انه ما كانش بيشتغل كان بيشتغل بس ايه بس مش محترف بمعنى انه يعني مش كل يوم شغل لكن كان يكفي نفسه اخوه بقى عايزه بقى ايه عايزه اكتر من كده عايزه يجمع فلوس زي عايزه يبقى تاجر كبير عايزه يبقى مرتاح معه فلوس كتير يعني يبقى مبسوط ويرد طلب علم فاخوه يرجو له من الخير في الدنيا ومن الخير في الاخرة بقول له يا سيدنا يعني ما تخلي ياخد باله شوية من الدنيا زي ما واخد باله كده من الاخرة ربنا بيقول له لا تنسى نصيبك من الدنيا احسن كما احسن الله اليك انا بقول لهش مجيش هنا تصلي ولا مجيش هنا تتعلم العلم بس بقول له خد بالك من دنيتك شوي خد بالك من حالك شوي هو يقول لي سبني في اللي انا في ده انا كده مبسوط فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه لعلك ترزق به يعني لعل التوسعة التي يوسع الله تعالى بها عليك بسبب هذا الاخ اللي بيتعبد ليه بقى قاله اصلي الحياة قيمة على العبادة ومحبة العبادة فهذا الذي يحب العبادة قد ملأ فراغه وقرب المسافة التي بينه وبين الله فاذا رفع يديه الى السماء هو قريب اصلا من ربنا اذا سجد هو قريب جدا من ربنا اسجد واقترب اقرب ما يكونه العبد من ربه هو الساجد فراجه ده ليه حال مع الله فالليه حال مع الله ده لما يقول يا رب ارزقني يا ربين حيرزقه جل جلاله مع اقل اخذ بالاسباب الله سيرزقه فهذا لا يعد من التواكل بل يعد توكلا لان الرجل ده كان يعمل ولكنه لم يكن منشغلا بالدنيا كغيره من الناس علشان ان احنا فاهمين القصة ما تفهمش القصة دي على ان ده واحد كان قاعد في الجامع والتاني كان في الشغل ليه مع نهار لا وانما واحد يصف رغيفيه ثم يتعب يطلع يشتغل يوم ميتين تلاتة وبعدين يبقى معه مثلا مبلغ من المال يقول بس نوعه بقى بمسجد سيدنا النبي ولما تقرب الفلوس اللي معنا تخلص اطلع اشتغل تاني علشان اكفي نفسي انا ولادي هذا كان حاله يحاول يعمل توازن في حياته هذا ليس بسوء ومثله هذا ينبغي ان يصبر عليه يعني لو ربنا رازق بزوج وضعه زي كده ما تنكديش عليه عشته وتقول له ده حالك ده ما يرضيش ربنا وده اخوك بقى معاه واخوك بقى عنده اللي ده اجرنا فلاني الفلاني اللي اقل مننا واشتغل وظيفة اقل منك ده بقى عنده وجاب لمراته وجدد فرش بيته ظبط النقاشة بتاعت البيت ودخل ولاده مدارس خاصة وبيودي ولاده في المكان الفلاني وجاب لمراته خدامه لا لا فنضغط على الاب او نضغط على الزوج بزيادة لينصرف عن باب الله ويقلل مساحة عمله للاخرة ويزود مساحة عمله في الدنيا مثل هذا لا ينبغي طب انا يا شيخ اصبر عليه على حاله ده مع انه ممكن يزود حاله شويتين تلاتة وانقلنا نقلة تانية ايوة ولعلك ترزقين به لعل فعله ده وحرصه على قربه من الله سبب برك عليك وعلى اولادك برك عليك في نفسك برك عليك في عرضك برك عليك في البيت دخوله وخروجه عليك وده بركة على اهل البيت برك عليك في عشتك برك عليك في عفيتك برك عليك في الستر وهكذا ممكن يبقى حد في البيت هو سبب الرحمة او البركة في البيت نضغط عليه بزيادة نخرجه من الحال اللي هو في ده فللأسف يضيع ما بينه وبين الله او يقل ما بينه وبين الله لا فلعلك ترزق بمن هذا حاله فلما تلاقي حد قريب من ربنا ومحافظة على المسافة اللي بينه وبين ربنا لو سمحت ما تبعدوش عن ربنا وتقربوا من الدنيا انصحوا اخذ بنصحتك ما اخذتش بنصحتك لا تعودوا هذا نكدا او بلاء فلعل هذا من الخير احيانا الواحد فينا يبقى في ازمة ومحتاج راجل صالح يعرف يرفع اكف الضرعة الى الله وقول يا رب فيستجبله لو كلنا مبسوطين في الدنيا وما فيش حد فينا ليه حال مع الله لو الاسرة كاملة يعني مبسوطين في الدنيا واحولنا كويسة دنيويا ماديا وما فيش حد فينا قريب من ربنا ويوم لما نتحط في ازمة صغيرة او كبيرة كلنا نرفع اكف الضرعة ربنا لا يسمع لنا يبقى احنا لا قيمة لنا طب لو حد فينا بقى قريب من ربنا بس سأل مننا مديا يا سلام كإن هو رمانت الميزان اللي بيسندنا فيه اعز احوالنا وهذا يعد من امتع الرزق لعلك ترزق به لعلك يرضى عنك به لعلك يغفر لك به التوكل على الله يعد حصن حصين وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عوادنا وعلمنا التوكل على الله الله عواده التوكل عليه وعلمنا التوكل على الله الله تعالى امر سيدنا النبي وقال له وتوكل على العزيز الرحيم لاحظ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم فجاب هنا مع التوكل جاب عبادة يراك حين تقوم ممكن انت تفهمها يراك حين تقوم تسعى في الدنيا وهذه ايضا تعد عبادة فمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ماشي مأبولة لكن اللي بعدها بقى وتقلبك في الساجدين هل في احتمالات ولا هو مفهوم واحد بس السجود لله السجود لله عز وجل اللي هو القرب فلاحظة هنا التوكل مبنى على الايه القرب الله تعالى يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا توكل على الحي الذي لا يموت من امتع الجمل بقى تفسيرية لهذه الآية انك اذا توكلت على غير الله فقد توكلت على ميت ومن توكل على ميت فقد ضيع نفسه تاني طب صلي على السيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ربنا يقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت فالله هو الحي الذي لا يموت طب لو انا توكلت على حدي تاني غير الله جل جلاله توكلت على نفسي توكلت على معرفة انا عرفة على مسؤول كبير انا عرفه على اب على اخ على اتسنت على اي حد يعني وتوكلت عليه واعتمدت عليه وغاب اعتمادي على الله وغاب رجائي في الله جل جلاله المفسر يقولك ايه يقولك انت هنا بتتوكل على ميت تركت التوكل على الحي جل جلاله واذا اعتمدت على ميت وفي حد يرى يل يعتمد على ميت اللي يعتمد على ميت يبقى حقه حيضيع واللي عايزه مش حيلاقيه لكن اذا توكلت على الله من توكل على الله كفاه وأواه وهداه وأغناه لذلك قال الله وتوكل على الحي الذي لا يموت والسدن نبي عليه الصلاة والسلام علمنا نحن نتوكل على الله في ادق تفاصيل حياتنا مش في الكرب والمصائب بس قل لاني اسپنا وعلى الله يفều يتوكل للمؤمنون مش في الكرب بس ان نتوكل على الله وانما فأدق تفاصيل حياتنا زي ايه وانت طلع من بيتك تتوكل على الله وعلمنا رسول الله وانت خارج من بيتك تقول ليه بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي يا رب العالمين أول دعاء وانت خارج من بيتك تقول ليه بسم الله توكلت على الله ليه توكلت على الله صدق اعتمادك كل على الله رجاءك كل في الله جل جلال الله تيجي تنام تقول لالله ما إني وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك ما هو ده توكل على الله ليه لأنك وإنت نايم ما أنتش عارف إيه اللي ممكن يعد جنب منك والليه اللي ممكن يجي إذيك وإنت نايم والليه اللي ممكن يطلع عليك يعد عليك وإنت نايم فيصيبك بأرق ولا يصيبك بفزعة ولا يصيبك بأي أذى فأنت بتقول لي يا ربنا مسلم لك نفسي يا رب متوكل عليك يا رب جل جلال الله الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطب منه الخبر أحبكم في الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته